أهلا بكل مشاهدينا من جديد هيئة الأرصاد بتتوقع أن التقس النهاردة يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سينة وحار على جنوب سينة وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سينة هيكون فيه نشاط للرياح على كافة الأرحاء خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة مانار غانم وعضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذة منا وصباح الخير على كل أستاذة المشاهدين أهلا بك فان دكتورة مانار النهاردة درجة الحرارة 30 في القاهرة برغم من كده بنقول أن الجو حار على غير ما احنا متعودين كنا متخيئين احنا هنقول أنه مائل للحرارة فقط لنير بالفعل يمكن احنا اليوم بداية من اليوم كمان هنشهد ارتفاع تصيف في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية تبدأ درجات الحرارة ترتفع بحوالي من درجة لدرجتين تدريجيا يمكن ظروط الارتفاعات إن شاء الله في نهاية الإسبوع يعني العظم على القاهرة الكبرى توصل ل33 في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار خاصة على المناطق الموجودة في شمال البلاد وطبعا أشعة الشمس بتزود احساسنا أكتر بالإحتاف بارتفاع درجات الحرارة لشان كده احنا بنوصف الطق خلال فترة النهار أنه هو طق حر على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري أيضا محافظات شمال السعيد بيكون معتدل على سواحنة الشمالية أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط هيظل شديد الحرارة على محافظات جنوب السعيد هذا طبعا خلال فترات النهار وزي ما بنقول هي أشعة الشمس بتزود أحساسنا بارتفاع درجات الحرارة بالإضافة كمان أن خلال فترات الليل بيحصل انفصاد في درجات الحرارة بيؤفاء كبير بين العظمة والصغرى بيوصل لعشر وإثناشر درجة مقاوية أجواء لطيفة خلال فترات الليل على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري يمكن المحافظات الموجودة في سواحنة الشمالية بتحس أكثر ببرودة يعني الأجواء بتكون أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكرة بالإضافة كمان أننا سرعات رياح تكون ما بين 30 وال40 كم في الساعة هي طبعا فيها اختلاف نسبة عن الأيام الماضية فمش هنحس بها قوي غير في فترة المساء فترات المغرب وبعد مدخول ساعات الليل فده هيزود أحساسنا شوية بالأجواء اللطيفة والبرودة خلال ساعات الليل بإضافة كمان أن اليوم تكونت شبورة مائية على الطرق الزرعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأدت لي انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق لكنها بدأت في التلاشي مع سطوع عشاعة الشمس ومتوقع الشبورة دي مكملة معانا دكتورة منار في الفترة الجاية بسبب ارتفاع الحرارة بالفعل الشبورة مكملة معانا غدا إن شاء الله وبعدها غدا هي شبورة مائية لكنها بتكون طبعا مش بتأثر على حركة المرور بتبدأ في التلاشي دايما في الساعة 7 في طب حتى بلاقي الشبورة بدأت تقل وتختفي من على أغلب الطرق مكملة معانا زي ما بنقول يعني غدا وبعد غدا بإذن الله ومع ارتفاعات ضربات الحرارة وكمان بدأنا نحس بارتفاع نذبي في نسب الرطوبة خلال فترات الليل خلال فترات النهار لسه مش واضحة أوي لكن في فترات الليل بدأت نسب الرطوبة ترتفع فده بيساعد على تكويل الشبورة المائية مع هدوء سرعات الرياح طيب دكتورة منار حسين بذرة غبار كده وتراب متعلقة في الجوة هتفضل معانا لغاية قبل يعني احنا خلال 72 ساعة القادمة أغلب الكتر الهوية تبقى كتر الهوية القادمة يعني من على البحر المتوسط ثم سحراء شبه الجزيرة العربية الموجودة في شرق البلاد فباش هيكون إن شاء الله معها أتربة ورمال مصارع وواضح بإذن الله يعني كلها ساعة أو اثنين لو احنا شايفينها الآن هتخطفي من على أغلب الطرق أو أغلب المناطق المسطوحة إن شاء الله ما فيش قلق في الـ 72 ساعة القادمة من ناحية في الأتربة والرمال المصارع كويس أبيش كل الشكر لك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهاية الأرصاد الجوية وشاهدينا خلينا نستعرض مع حضرتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف أماكن مصر سيبتدي زي ما احنا متعودين بالقاهرة اللي العظمى فيها 30 والصغرى 18 الإسكندرية 25 والصغرى 17 مطروح 24-16 سيوى 32-17 بورسعيد 26-18 دميات 25-18 الإسماعيلية 30-18 والسويس 30-18 أيضا العريش العظمى فيها 25 والصغرى 16 طابة 32-19 كاترين 27-14 شرم الشيخ 33-25 الغرداء 32-23 والفيوم 31-19 بني سويف 31-19 والمينيا 32-19 السيوت العظمى فيها 32 والصغرى 19 سوهاج 35-22 قنة 38-23 الأقصر 39-24 أسوان بتسجل أعلى درجة حرارة معنا النهاردة 40 درجة والصغرى 25 الوادي الجديد 37-23 شراتين 36-23 أما حلايب العظمى فيها 29 والصغرى 21 وبكده نكون اتكلمنا النهاردة عن مختلف الظواهر الجوية اللي حنتعرض لها على مدار اليوم خلينا نرجع لشازلي والفسام تنكمل حلقتنا تفضل شكرا لك من